السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع توظيف المكتسبات إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى طول الطريق الرابطة بين منزلنا والمدرسة 187 متراً قامت البلدية بتعبيدها فأنجز العمال في اليوم الأول مسافة 55 متراً وفي اليوم الثاني مسافة أطول من اليوم الأول ب16 متراً أنهى العمال تعبيد الطريق في اليوم الثالث أولاً أحسب طول المسافة المعبدة في اليوم الثاني 55 زائد 16 يساوي 71 متراً ثانياً أحسب طول المسافة المعبدة في اليوم الثالث طول المسافة المعبدة في اليوم الثالث 187 ناقص 55 زائد 71 55 مع 71 يساوي 126 7 ناقص 6 يساوي 1 8 ناقص 2 يساوي 6 1 ناقص 1 يساوي 0 إذن 61 هو طول المسافة المعبدة في اليوم الثالث الوضعية الثانية بضيعة فلاحية ثلاثة خزانات ماء بالخزان الأول 128 لتراً وبالخزان الثاني 16 لتراً أقل من الخزان الأول أما الخزان الثالث ففيه 62 لتراً أكثر من الخزان الأول أولاً أحسب سعة الخزان الثاني سعة الخزان الثاني 128 ناقص 16 يساوي 112 لتراً ثانياً أحسب سعة الخزان الثالث سعة الخزان الثالث 128 زائد 62 يساوي 190 لتراً استعمل صاحب الضيعة 12 لتراً من الخزان الثاني واستعمل من الخزان الثالث 90 لتراً ثالثاً أحسب الكمية المتبقية بالخزان الثاني الكمية المتبقية بالخزان الثاني 112 ناقص 12 يساوي 100 لتراً رابعاً أحسب الكمية المتبقية بالخزان الثالث الكمية المتبقية بالخزان الثالث 190 ناقص 90 يساوي 100 لتراً ترجمة نانسي قنق фотограф ترجمة نانسي قنقر صحب الآث من الجميع المتبقية بالخزان الثالث